أمر الوزير الأول نوردين بدوية خلال اجتماع الحكومة يوم أمس بإنهاء مهام كل من الأمين العام بالنيابة وزارة الصناعة والمناجم ورئيسة دوان الوزيرة للإشارة فإن الأمين العام بالنيابة قد تم تعيينه شهر جولي الماضي خلفا لخير الدين مجروبي ويشغل منصب مدير عام تسيير الشركات العمومية بوزارة الصناعة قبل أن ينهي مهامه وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي